مجاهد محمد طالب الكفيف الذي يسكن في مخيم الجفينة لنازحين في مارب يتهيأ للذهاب إلى مدرسته حاملاً معه أحلاماً وتطلعات تشبه أحلام المفسرين ساكن بالجفينة والدس من مدرسة بعيد واصل بمواصلات والمدرسة بعيد ليس مجاهد وحده بل أيضاً الفتاة رابعة أحمد التي تسعى بكل عزيمة لتحقيق مستقبلها الرغم الصعوبات التي تواجهها نحن ساكن في الشوائد وبعيد عنا مدرسة نشاعر النور نشتغل مواصلات واصلنا سرحنا رجعنا لأننا نشوف نشتغل مواصلات نحن الكفيفات نقول مثل المبصرات من مختلف أنحاء المدينة يصلوا الطلاب ويتوفدون إلى مدرستهم وحيدة التي سميت بمشاعر النور تيمناً بمستقبل منير ومشرق لهذه الفئة المتحدة والقاهرة لكل الصعابة طالبات مكفوفات يمارسنا هنا التمارين الرياضية داخل فصلهن الدراسية متحديات ضيق المساحة ليقن على استعداد لمنافسة زميلاتهن المبصرات في طابور الصباح وهو النشاط غير المتاح لهن حالياً للمشاركة فيها هذه المدرسة تشكل بداية ومنطلقة نحو إنشاء مدارس متخصصة لتعليم المكفوفين في المحافظة بهدف تمكينهم من الحصول على التعليم وإبراز قدرتهم ليصبحوا أعضاء فاعلين في المجتمع يحققون طموحاتهم ويسهمون في خدمة وطنهم الحقيقة إحنا اليوم نتكاتف ونتعاون إلى إخراج هذه بناتنا هؤلاء وأبنائنا الذين هم مجموعة قليلة من مجموعة كبيرة أنا طبعاً فاقدت البصر ولكن الحمد لله أنا أخذت حظي في التعليم وأخذت بكاليوريس إنجليزي ولكن هؤلاء المساكين المحرومين الآن إحنا كلنا نحتاج للقوف بجوارهم أنا مثلاً كمدرسة أحتاج إلى المكان المناسب أحتاج للمرتبة الدعم لأنني أخرج من بيتي أريد أن أدعم بناتي ولكن أريد أيضاً لو في حافظ لو في شيء يساعدنا تحديات عديدة يواجهها الصرح الأول أبرزها تكاليف طباعة الكتب الخاصة بهذه الفئة وقلة أجور المعلمين وصعوبة المواصلات إضافة إلى عدم قدرتها على استيعاب جميع شريحة هذه الفئة افتتحت هذه المدرسة مدرسة مشاعل النور في عام 2024-2025 والحمد لله تم اعتمادها من مكتبة التربية ولكن هناك عدة صعوبات نواجهها مكتبة التربية لم يعتمد لنا إلا مرتبت للمعلمين فقط لدينا عدة نثريات وعدة صرفيات لهذه المدرسة كوسيلة مواصلات مستأجرين اثنين باصات بمبالغ ومستأجرين المبنى إيجار وكذلك صرفة الطلاب ووجبة الإفطار للطلاب وكذلك الحوافز للمعلمين لأن الراتب لا يكفي المعلم وبدأ المواصلات في خضم هذه التحديات والواقع التعليمي لذوي الاحتياجات الخاصة تبقى مدرسة مشاعر النور شعلة أمل المكفوفين وطريقا معبدا لهم باتجاه المستقبل المتخلق من واقع الحربي والنزوحي والمعاناة لبرنامج أبوى سهيل هادي الحربي